تفقد محافظ حضرموت فرج السالمين البحصين سير العمل في مشروع يعادة تأهيل استراحة شركة النفط الوطنية بساحل حضرموت في منطقة خلف الروينة وطف المحافظ ومعه نائب المدير العام لفرع شركة النفط بالساحل عبدالله أحمد باعمر بمكونات المشروع مطلعا على سير العمل في المشروع ونسبة الإنجاز فيه موجها بضرورة الالتزام بالمواصفات والدقة والجودة في العمل وسرعة الإنجاز لكافة الأعمال في الوقت المحدد